نعم بعبيد إذ يغرس روضا من زهر معانيها في ركب الأسماء سنحيا تطربنا نغمة حادها عملا وسلوكا وفلاحا قد أفلح من سيزكيها الله في حياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سادة الكرام إخواني وأخواتي لقاء يتجددوا وأنتم دائما يعني كما يقولون عندما يلتقي إخواننا المباركين الذين يشتاقون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإن كنا في الأستوديو وأنتم خلف الشاشات إلا أن القلوب متواصلة إلا أن الأرواح مرتبطة إلا أننا نحبكم في الله عز وجل سبحانه وتعالى جل فعلا أسأله تعالى كما نحن جلسنا نشاهد ونتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وكما نحن نتكلم اليوم عن ربنا عز وجل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى وأن يجعلنا إخوة وأخوات وإخوة مباركين على يمين عرش الرحمن على منابر من نور نكون من الأخوة في الله سبحانه وتعالى جل فعلا يا سادة الكرام إخواني هذا اللقاء هو عن التخلق كنا قد تكلمنا عن التعلق عن اسم من أسماء الله الحسنى أو منظومة الأول الآخر الظاهر الباطن هذه الأسماء الأربعة التي تمثل البعد الزماني والبعد المكاني في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يحده مكان ولا زمان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استوى على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه استواء لا نعرف الكيف فيه واستواء لا نؤلف من عندنا ولا نتكلم عن هذا الاستواء من شأننا إنما هو إيمان مطلق بأن ربنا استوى على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أول بالابتداء آخر بالانتهاء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء إخواني وأخواتي التخلق يعني أن نتعامل مع جدوى الأسبوع نبدأ نتكلم فيه عن طاعات وعن عبادات وعن قربات وعن مهارات نمارسها أثناء ممارستنا لهذه الطاعات ولتلك العبادات ولتلك القربات سنكون ممن يتعودون على الخيرات وممن يغيرون حياتهم من خلال اسم الله الأول الآخر الظاهر الباطن ونعيش هذه المنظومة في هذا الجدول الذي أعدته لكم خصيصا حتى نتدرب على هذه الأعمال مثلا يوم السبت مثلا نمارس هذا العمل الجميل اللي هو تعلم الأولية والمبادرة تذكرت عكاشة رضي الله عنه وأرضاه عكاشة وعكاشة كذلك رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل الذي نال درجة عالية جدا رتب رفيع جدا فقط من خلال المبادرة ومن خلال كما يقول السباق في الخير جلسة كذا نبوية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كلهم اجتمعين وكلهم كذا في روض من رياض الجنة كيف لاوهم حول النبي عليه الصلاة والسلام وكيف هم يشاهدون ذلك القمر المنير والوجه المستنير ويجلسون مع كما يقولون أشرف البشر وأنقى البشر وأعظم الخلق عند الله سبحانه وتعالى جل في علا يجالسونه هنيئا لهم أسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا بالصحابة الكرام أجمعين يا رب العالمين غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة اللهم بلغنا يا أرحم الراحمين إخواني المباركين عكاشة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الجو يجي النبي عليه السلام فكما يقولون يطلق بادر معين أن هناك سبعون ألف من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب هذه مبادرة نبوية صلى الله عليه وسلم خبر من أخبار السماء مسابقة ليست مسابقة أرضية مهم مسابقة دنيوية هذه عالية وسامية فالصحابة جلسي فإذا بعكاشة رضي الله عنه وأرضاه ببساطة الذي يحب الله ببساطة المبادر ببساطة المسارع ببساطة الإنسان الذي يشعر من داخله أن الله لو رحم لو رحم إنسان لصعد به إلى أعلى عليين قال يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم الله كلمة نطق بها بادر بها انطلق بها أدعو الله لي أن أكون منهم فماذا يقول النبي السلام أنت منهم يا عكاشة لا إله إن الله عجيب عجيب يعني من العجيب أن ندرك أو نتعلم المبادرة المبادرة كم من الخيرات تروح علينا كم من المبادرات الطيبة تروح علينا كما يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون ربنا يقول يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون شيء عجيب المسأرع في الخيرات فيقوم واحد من الصحابة يقول وأنا سبقك بها عكاشة خلاص أغلق الباب لماذا السر في المبادرة فشفت كيف الأولية فمن أراد أن يتمثل عفوا بلا شكالما التمثل هذه إنما من أراد أن يتخلق بسم الله الأول سبحانه وتعالى الله يحب منا أن نكون من الأوائل على الدوام أن نكون من المبادرين على الدوام ودعانا أن نسارع في الخيرات على الدوام فهنيئا لمن بادر هنيئا لمن سارع هنيئا لمن قال أريد أن أكون الأول في المجال الفلاني أريد أن أكون في المجال الفلاني لا يسبقني أحد لماذا لا؟ لماذا لا نسابق إلى الخيرات؟ إذن يوم السبب نتعلم المبادرة و نسمي يوم عكاشة رضي الله عنه و أرضاه خلي اليوم ده يوم عكاشة رضي الله عنه و أرضاه كذلك نجي في يوم آخر من هذه الأيام المباركة من أيام الله سبحانه وتعالى جل فعلا يوم الأحد يوم الاثنين أريدك أن تتذكر بداياتك بداياتك عندما كنت طفلا صغيرا وخرجت إلى هذه الحياة و جئت إلى هذه الدنيا و عشت في هذه الحياة و كنت تسبق و تتحرك و تنمو و تسير إلى الأمام على الدوام على الدوام فجأة صار عندك تعثر و صار عندك شيء يمنعك من التقدم المستمر و بدون تلعثم توقف هنا أرجوك و فتش عن نقطة الأولية عندك ضعفك في البداية و أريحيتك كانت كما يقولون هي المنصة التي تنطلق منها بقوة اليوم أثقلت نفسك بأمور كثيرة و أكثرها المعاصي و الذنوب و السيئات و البعد عن الله سبحانه وتعالى فأصبحت متأخرا و لم تكن كما كنت في البدايات أولا هذا جانب مهم أن تقف مع نفسك ما الذي يؤخرك ما الذي لا يجعلك من الأوائل فتش عن ذاتك فتش عن نفسك ابحث عن نفسك في نفسك و البحث هذا يجب أن يكون لك أنت و ليس لغيرك أن تبحث عن نفسك لنفسك و في نفسك عندها ستكون إن شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى من الأوائل طيب النقط اليوم اللي بعد مثلا ما العمل الذي إذا أنا أريد أو ما الطريقة في إتقان عمل لي أو عمل معين أنا أمارسه ما الأسطوب الذي لو فعلت هذا الأمر لم يسبقني في ذلك أحد و أسأظل كما يقولون صاحب الرقم القياسي في الموضوع الفلاني و أن يحطم الأرقام القياسية الموجودة في كل شيء إذن السباق السباق هو موضوع اسم الله الأول الآخر سبحانه وتعالى جل فعلا أما الظاهر و أما الباطن جميل أن تكون يدك عليا جميل أن تكون سامنة على الدوام إذن حط كده يوم لنفسك فاتش لي كده في سفاسف الأشياء التي تعيش فيها الأشياء كده التي لا تليق بشخصك الكريم تخلص منها أرجوك حتى تكون ظاهرا عاليا واضحا جليا نبيلا من النبلاء تخلص من هذه السفاسف لأن الله يحب معالي الأمور و أن يكون الإنسان ظاهرا بينا و يكره سفاسف الأشياء فتخلص من هذه السفاسف و سمي هذا اليوم كما يقول التخلص من سفاسف الأشياء حتى تكون ظاهرا واضحا جليا أما الباطن فنحتاج منك أن تستشعر قرب الله عز وجل منك و أنه سبحانه وتعالى جل فعلا يدنو منك دنوا عجيبا هنا لا تملك إلا أن تفتقر و تنكسر و تطلب المزيد من القرب و الإحاطة فتستحي فترتقي إلى منطقة الإحسان فتقول يا رب لا أريد أن أسقط من عينك يا رب جمي الأحوالي و استر أموري و أظهر الجميل مني آمين آمين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لله تعالى أسماء حسنى و صفات يديها اشتركوا في القناة